لأحة الملاحقات القضائية في الجزائر تطول ضد نشطاء وصحفيين وحقوقيين وأكاديميين بالتوازي مع التوقفات وحظر الاحتجاجات ولسيما في الأشهر الأخيرة اذ كثفت السلطات سعيها لإخماد الحراك قبيل الانتخابات التشريعية التي أجريت منذ نحو أسبوعين اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين انكشفت عن وضع مجموعة جديدة من النشطاء قيد الإقامة الجبرية ولم تعلن أي تفاصيل حول الأفعال المنسوبة إليهم إلا أن جلسة أخيرة لهؤلاء أمام المحكمة تمحورت حول مساعدات مالية جمعوها لصالح المعتقلين وعائلتهم وفق ما ذكر محامون من بين هؤلاء عضوان في اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين منهما فتيحة بريكي النشطة المنخرطة في الدفاع عن سجناء الرأي ومكافحة التعذيب وهي أستاذة جامعية متقاعدة أوقفت منذ السابع عشر من يونيو وأثارت تعاطفاً واسعاً عبر مواقع التواصل وممن وضعوا بدورهم قيد الرقابة القضائية مدعي عام محكمة سيد محمد في الجزائر النشط الهادي العسولي الأمر ذاته طال الأكاديميان والنشطان سار العدول ومهنى عبد السلام أوضاع النشطاء في البلاد أصبحت مثار تقارير حقوقية عدة آخرها ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية أشار إلى أن 273 شخصاً على الأقل لا يزالون قيد الاعتقال في الجزائر كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء تعديل جديد على قانون العقوبات من شأنها أن يستخدم في إسكات الخصوم السلميين والقضاء على المعارضة السياسية ومؤخراً لجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على تصعيد القمع من جانب السلطات الجزائرية والتجريم المستمر للحريات الأساسية ترجمة نانسي قنقر